السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كارو دار دار العلم الكل دار ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية هتبقى مراجعات وهنبدأ نقسم المنهج لأسئلة طبقا لنموذج الوزارة اللي نزل وهنبدأ المحاضرات كمثلا الاسباتات وبعدين ما العوامل ما النتائج المترطبة على وهكذا فمحاضرة النهاردة ان شاء الله هتبقى حول الاسباتات فقط وهنبدأ باسباتاتنا اللي في المنهج كامل الفيزياء من البداية لحد النهاية ونبدأ مع بعض ان شاء الله النهاردة واول اسبات عندنا اللي هو بيقول لي فيه سؤاله يجي يقول اذكر العوامل التي تتوقف عليها مقاومة موصل او سيلكي طبعا عند سجوط درجة الحرارة وبعدين استنتج القانون اللي يوضح قيمة المقاومة الكهربية ثم اذكر الوحدة القياس المستخدمة للمقاومة الكهربية وممكن يقول استنتج وحدة مكافأة فهنا في السؤال ده لابد ان احنا نبقى فاهمين ان لما يجي السؤال هذكر العوامل واحد اثنين ثلاثة بعدين في كل عامل يعني هنا يقول لي العوامل اقول لي العوامل هي واحد ار بتتناسب طرد مع طول السلك اقول له يبقى رقم واحد طول السلك وحيث ار بتتناسب طرد مع الال بس لازم اقول له عند سبوت باقي العوامل ضروري ده شيء مهم اثنين مساحة المقطع اللي هي الايه واقول له ان الار بتتناسب عكسيا مع مساحة المقطع عند سبوت باقي العوامل ثلاثة نوع مدة الموصل ومن هنا بعد ما قلت له العوامل اللي هم الثلاثة وهو قال لي فوق عند سبوت درجة الحرارة في سؤاله لكن لو ما قالش عند سبوت درجة الحرارة اقول له رقم اربعة في العوامل درجة الحرارة وتتناسب المقاومات تناسبا ترضيا مع درجة الحرارة في جميع المواد تقريبا فيما عدا مواد معينة لاني لما بسخن المادة بتكتسب الالكترونات طاقة حركة والزرات فتزداد سعة الاهتزاز وبيزداد عدد التصادمات بين الزرات والالكترونات المشكلة للطيار الكهربي وبكده تزداد مقاومة الموصل ويقل مرور الطيار الكهربي بعد كده بيقول لي من العوامل اللي انت قلتها انا عايز بقى قيمة المقاومة والمقاومة هنا عشان اجيب قيمة المقاومة لازم ابقنا فاهم ان احنا قلنا له ان الار بتتناسب تناسبا ترضيا مع الال وعندي الار بتتناسب تناسبا عكسيا مع الال ده بنسميها رقم واحد ودي بنسميها رقم اتنين يبقى اذا من واحد واثنين يبقى اذا الار بتتناسب تناسبا ترضيا مع الال على ال ايه عشان اشيل كلمة تناسب وحط مكنها كلمة يساوي لابد ان انا اضرب في مقدار سابت في الال على ال ايه والمقدار السابت عندنا هو اللي بيتوقف على نوع المادة ومنها يبقى اذا الار تساوي الرو ايه اللي هي المقاومة النوعية لمادة السلك في ال ال مقسوم على ال ايه وتحسب المقاومة بوحدة ال اوم وال اوم عندنا ال اوم بيكافئ ذلط ذلط على الانبير وده من قانون اوم من العوامل اللي احنا شفناها وقدرنا نستنتج قيمة القانون او قيمة المقاومة الايه الكهربية وقلنا ان ار بتساوي الرؤي في ال ال على الايه حيث الروء اللي هي المقاومة النوعية والمقاومة النوعية مقدار سابت وحدة قياسه اوم في متر وهي مقاومة سلك من المواصل طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع وهي مقدار سابت للمدة الوحدة لا تتغير بتغير اي من العوامل المذكورة اللي هي طول السلك او مساحة مقطعه ولكن تتوقف فقط على حكتين نوع المادة ودرجة الحرارة فلما يقول لي عند سجود درجة الحرارة اقول له ان المقاومة النوعية سابتة للمادة الواحدة لا تتغير الا بتغيرها والمقاومة النوعية همة جدا لان مقلوب المقاومة النوعية بيديني معامل التوصيل الكهربي ومعامل التوصيل الكهربي ايضا سابت لان مقلوب السابت يساوي سابت ووحدته اوم سالب واحد متر سالب واحد وبكده يبقى احنا استنتجنا قانون المقاومة القانون الثاني عندنا في المنهج اللي يقول لي استنتج قيمة المقاومة لعدة مقاومات متصلة على التوالي طبعا المقاومة المكافئة او المقاومة المحصلة اللي احنا بنسميها الارتوتل والارتوتل في حالة المقاومات التوالي فاول احنا منقول احنا لما بنوصل المقاومات على التوالي ايه اللي بيتجزأ وايه اللي ما بيتجزأش أنا عندي كميتين كهربيتين أساسيتين هما فرق الجهد وشدة الطيار فلما بوصل المقاومات على التوالي يجزأ فرق الجهد ولا يجزأ شدة الطيار لأن التوصيل التوالي بيعتبر ممر متسلسل لشدة الطيار إذن شدة الطيار هتبقى سابتة وبناء عليه هيبدأ الاستنتاج في حالة المقاومات المتصلة على التوالي من عند الجزء اللي تم تجزيء وهو فرق الجهد وأقول أن فرق الجهد بيجزأ في المقاومات إلى V1 V2 V3 إذن فرق الجهد الكلي هيساوي V1 زائد V2 زائد V3 طيب أنا عندي فرق الجهد الكلي هيساوي V في R وفرق الجهد رقم واحد على المقاومة الأولى V1 بتساوي I في R1 والV2 بتساوي I في R2 والV3 تساوي I في R3 لأن الـ I ثابت هنا ما تغيرتش لاحظ معايا أو ما أنا أشيل أعود بقى من المعادلات دي في المعادلة رقم واحد ويبقى V بتساوي I في R والV1 بتساوي I في R1 والV2 تساوي I في R2 والV3 تساوي I في R3 يبقى R الكلية هتساوي R1 زائد R2 زائد R3 وبكده يبقى المقاومة المحصلة تساوي مجموع المقاومات المتصلة على التوالي وهذا يجعل أن المقاومة المحصلة للمقاومات المتصلة على التوالي أكبر من أكبر مقاومة اثنين لا يجزأ شدة الطيار ثلاثة يجزأ فرق الجهد أربعة أكبر مقاومة هي أكبر فرق جهد يعني هنا بأدى فاهم في حالة التوصيل على التوالي أن أكبر مقاومة تعتبر هي الدليل لأن المقاومة المكافئة هتبقى أكبر منها وفرق الجهد الأكبر هو على طرفي المقاومة الأكبر أما شدة الطيار فمقدار سابت إذا كانت المقاومات متساوية يبقى المقاومة المحصلة أو المكافئة تساوي إحدى المقاومات في عددها وده أكيد هيد مقاومة أكبر من أكبر مقاومة ولكن أنا أفضل في حالة الاستنتاج أن أنا أرسم ديرة التوصيل على التوالي وأنا قلت قبل كده في المحاضرات أن الكلام ده سهل ولكن أحب أقولك أن أنت لما تيجي ترسم الديرة في حالة التوصيل على التوالي خلي بالك معايا أنا برسم وحدة أساسية شوف أنا هرسم الوحدة إزاي وحدة التوصيل على التوالي هي مقاومة هذه المقاومة اتنين هيوصل معها على التوالي أميتر أهو ووصل معاها على التوازي فلتاميتر الفلتاميتر ممكن توصله بين طرفي المقاومة مباشرة وممكن أوصله على طرفي الأميتر بالشكل ده كده أهو كده وأسمي المقاومة R واحد إذن هسمي الأميتر اللي هيئس طيارها A واحد وأسمي الفلتاميتر اللي هيئس فرق الجهد على طرفيها V واحد هذه المقاومة الأولى طيب يبقى المقاومة التانية نكرر نفس الوحدة أهو شوف كده معايا هذه المقاومة اللي أنا هسميها R2 وآدي الأميتر وآدي الفلتاميتر اللي هيئس فرق الجهد يبقى أنا هسمي المقاومة R2 وأسمي الأميتر A2 وأسمي الفلتاميتر V2 بنفس الطريقة المقاومة رقم 3 الأميتر وبعدين أوصل الفلتاميتر أهو وبنفس التسميات V1 اسم المقاومة R3 يبقى الأميتر A3 الفلتاميتر V3 بعد كده عايزة إيسبقى فرق الجهد الكل على طرفي المقاومات كلها يبقى أنا هحط فلتاميتر أساسي وسميه الV على طرفي الجميع اهو كده نائس معايا أن أنا عايز أتحكم في شدة الطيار يبقى أنا عايز أرسم ريوستات للتحكم في شدة الطيار وبالتالي في فرق الجهد أرسم مفتاح وأسمي المفتاح K وأرسم البطارية اللي مكونة من جهد قطب سالب وقطب موجب ودي أكتب عليها أن دي البطارية والبطارية قلنا اسمها الفي باتري أما المفتاح K وده اسمه ريوستات وسمينا الدوائر طب أنا محتاج أميتر يقش شدة الطيار الكل يبقى هحط على التوالي الأميتر اللي بيقس شدة الطيار الكل أول ما برسم ديرتي ببدأ أقول أن الفي بيجزأ إلى في واحد وفي اتنين وفي تلاتة أما الطيار فسابت وأبدأ أستنتج القانون والرسم هام جدا في حالة الاستنتاجات لأن الرسم بيديني درجة زيادة لأن أكيد توزيع الدرجات بيبقى فيه معظم الاستنتاجات فيه رسم ضروري جدا جدا اللي بعد كده اللي إحنا إن إحنا هنستنتج قانون توصيل المقاومات على الايه؟ على التوازي هيقول لي استنتج المقاومة لعدة مقاومات متصلة على التوازي اتفقنا إنني أهم حاجة في حالة الاستنتاج للمقاومات إنني هرسم الديرة وبنفس الطريقة اللي هي أرسم وحدة أساسية للمقاومة كل مقاومة مكونة مين مقاومة؟ وأميتر هيقش شدة طيارها وفولتاميتر وتوصيل المقاومات على التوازي لو جينا نشوفه هقول إن إحنا قلنا إنني هاخد الوحدة الأساسية اللي هي المقاومة المقاومة رقم واحد أهي والأميتر أهو هذه الأميتر A1 والمقاومة R1 وهوصل على طرفيها فولتاميتر وأسمي الفولتاميتر V1 هذه المقاومة المقاومة التانية بنفس الطريقة الأميتر ثم المقاومة ثم الفولتاميتر اللي إحنا هنسمي المقاومة R2 يبقى الأميتر A2 الفولتاميتر V2 ووصل الفولتاميتر ودي المقاومة التانية ناخد المقاومة التالتة وهالمقاومة التالتة R3 والأميتر E3 والفلتاميتر ويبقى الفلتاميتر V3 يبقى أنا عندي تلات مقاومات عايزة وصلهم توازي إذن أنا هاخد الخط ده شوية وأنزل بدا عليه وأنزل بدا كده وأخد الخط من هنا وطوله شوية وأنزل بدا كده وأنزل بدا كده عايزة إسفرق الجهد الكل يبقى أنا عندي فلتاميتر نهائي بالشكل ده طيب بعد كده هقيس الطيار الكل يبقى فيه أميتر هنا وبعدين أحط البطارية اللي لها قد بموجب وقد بسالب وأحط المفتاح اللي إحنا هنسميه الكي وأبدأ هنا أحط الريوستات اللي أنا هتحكم من خلاله في شدة الطيار وفرق الجهد تبقى دي دائرة التوازي بس وإنت بتشتغل أوعى تنسى تقفل مفتاح الدائرة يعني أقوله بغلق المفتاح بتاع الدائرة ووصل الجزء ده وارجع أقوله إن هنا في حالة التوصيل على التوازي مين اللي بيجزأ مين اللي فاكر اللي بيجزأ في حالة التوصيل على التوازي هو شدة الطيار أما فرق الجهد فبيبقى مقدار سابت يبقى أنا هبدأ للسنتاج من عند الجزء اللي تم تجزيء وهو شدة الطيار أقوله يبقى شدة الطيار كل آي هتساوي الآي واحد زائد الآي اثنين زائد الآي ثلاثة يبقى إذن آي الكلية هتساوي الآي على آر الكلية والآي واحد بتساوي الآي على الآر واحد والآي اثنين ساوي الآي على الآر اثنين والآي ثلاثة تساوي الآي على الآر ثلاثة لازم أكتب الكلام وأقوله بالتعويض في المعادلة رقم واحد أشيل الآي الكلية وحط V على آر أشيل الآي واحد ودي آي واحد بقول تاني اهو V على آر واحد واشيل الآي اثنين وحط V على آر اثنين اشير الاي ثلاثة وحط الفي على الار ثلاثة واخد الفي عام المشترك واقسم على في بعد ما اخد الفي عام المشترك يبقى الواحد على الار تسوي الواحد على الار واحد زائد واحد على ار اثنين زائد واحد على ار ثلاثة لاحظ معي ان مقلوب المقاومة المكافأة يساوي مجموع مقلوب المقاومات المتصرة على التوازي هذا يعمل ايه؟ ده يجعل المقاومة المكافأة اصغر من اصغر مقاومة طب إن كانت المقاومات متساوية أقول له إحداها على العدد لأنه المقلوب يبقى إحداها على العدد طب لو في مقاومتين اتنين فقط توازي أقول له يبقى المقاومة المكافئة لهم تساوي حاصل ضربهما على حاصل جمعهما وبكده أد المقاومة والمقاومة قلنا بتحسب بالأوم أما فرق الجهد بيحسب به الفولت أما شدة الطيار فيحسب بالأمبير وبكده يبقى إحنا استنتجنا القانون الثالث عندنا وهو قانون المقاومات المكافئة لعدة مقاومات إما توالي وإما توازي اللي بعد كده حبيبي القانون اللي عندنا بعد كده هيجي يقول لي القوة المغناطسية المؤسرة على سلك مستقيم بس هيجي زي السؤال الأولاني اللي هو كان بيقول اوجد اذكر العوامل اللي توقف عليها المقاومة الكهربية هنا أيضا هيقول لي اذكر العوامل اللي توقف عليها القوة المغناطسية المؤثرة على سلك يمر به طيار كهربي يوضع عموديا أو يوضع داخل مجال مغناطسي أقول له إيه العوامل أفتكر إن العوامل دائما موجودة في القانون وبيقول لي هنا استنتج تلك القوة اثنين متى تكون تلك القوة تساوي للصفر طبعا هنا الأسئلة جميلة ألاحظ عندي أن العوامل رقم واحد تتوقف على كسافة الفيض المغناطسي المؤثر اللي هو البي وذلك عند ثبوت باقي العوامل اللي هي شدة الطيار وطول السلك اثنين تتوقف على شدة الطيار وذلك عند ثبوت باقي العوامل اللي هي طول السلك وكسافة الفيض ثلاثة تتوقف على طول السلك عند ثبوت شدة الطيار وكسافة الفيض يبقى دول ثلاث عوامل اللي هم مين بقى تاني طول السلك كسافة الفيض شدة الطيار من العوامل الثلاثة يبقى انا هافترض في البداية ان السلك عمودي على المجال طب لو السلك مش عمودي على المجال وهو قال لي مش عمودي في الاصل قال لي سلك موضوع في المجال اقول له في الحالة دي يبقى زاوية الميل بين السلك او شدة الطيار وكسافة الفيض ولاحظ دائما دائما ابدا ان الزاوية موجودة بين كسافة الفيض وباقي الاشياء اللي موجودة في القانون بمعنى بمعنى ايه بمعنى دايما سيتا اللي احنا بناخدها زاوية محصورة اساسا بين عوامل القانون الموجودة في القانون فما تطلعش بره وما تعودش تفكر كتير فهنا اقول لك ان كان السلك موضوع عمودي ان كان السلك موضوع عمودي يبقى من العوامل اللي احنا خدناها احنا قلنا ان الاف بتتناسب تناسبا ترضيا مع البي عند سبوت باقي العوامل والاف بتتناسب تناسبا ترضيا مع الاي عند سبوت باقي العوامل الاف تتناسب تناسبا ترضيا عند سبوت باقي العوامل ان كان السلك عمودي على المجال يبقى من واحد واثنين وثلاثة يبقى اذا الاف بتتناسب تناسبا ترضيا مع حاصل ضرب البي في الاي في الال إذا كانت الف واحد نيوتن والبي واحد تسلا والل واحد متر والاي واحد أمبير فإن السابت يساوي واحد وعندها يكون الف تساوي البي في الاي في الال وهذه هي القيمة العظمى للقوة الدافعة للقوة المغناطسية المؤسرة على السلك فإذا مال السلك على المجال يعني إن كان المجال بهذا الشكل اللي هو المجال اللي هو البي والسلك اللي مر فيه الطيار يميل عليه بزويا قيمتها سيتا يبقى إذن في هذه الحالة الف تساوي البي في الاي في الال في الصاين سيتا وأنا لازم تبقى أن تفاهم معايا أن السيتا محصورة بين البي البي ده شيء أساسي وباقي العوامل اللي هي مين ومين اللي هي الاي والال طيب الاي يمر في الاي يعني شدة التهير تمر في نفس السلك إذن هي محصورة بين البي والاي أو البي والال وبكده سيتا لما توصل سيتا عندما سيتا تساوي تلاتين درجة أنا أعرف إن صاين سيت تلاتين يساوي نص يبقى إذن تصبح الف اللي هي القوة المغناطسية نصف قيمتها العزمة يعني ممكن يجي يسألني يقول لي متى تكون القوة المغناطسية المؤثر على السلك نصف قيمتها العزمة أقول له عندما يميل السلك بزاوية تلاتين درجة على المجال المين المغناطس طيب إذا أصبح السلك موازيا للمجال يعني آدي المجال أهو كده دائل بي ورح تطلي السلك موازي للمجال بالشكل ده ده السلك الذي يحمل شدة الطيار عندها سيتا تساوي صف وصاين الصفر يساوي صفر إذن الاف في هذه الحالة تساوي أيضا صف فإذا وضع سلك موازي للمجال لا يتأثر بقوة مغناطسية لأن في هذه الحالة السيتا بتساوي إيه؟ بتساوي صفر ألاحظ من القانون ده إنني عندي الاف بتساوي البي في الاي في الال منه البي تساوي الاف مقسومة على الاي في الال ومنها يبقى أنا علي أستنتج تعريف للتسلا أن التسلا تكافئ نيوتن على الأنبير مضروب في مين؟ في المتر بالنفس الكلام لو فكرك بس إن أنا عندي الفاي اللي هي الفاي إم اللي هي الفيض المغناطسي كان بيساوي البي مضروب في الاي في الصاين سيتا لاحظ كده للقانون ده لاحظ عشان أنا عايز أثبت عندك حاجة مهمة إن هنا الفاي إم اللي هو الفيض المغناطسي يتوقف على كسافة الفيض لوحدة المساحة ثم مساحة السطح ثم زاوية المين بين مين ومين؟ أقولك سيتا محصورة بين كسافة الفيض كشيء أساسي وباقي الأشياء اللي في القانون اللي هي هنا مين؟ مساحة السطح طيب خد قانون تاني التاو اللي هو مين العزم؟ اللي كان بيساوي ناب في آي في صاين سيتا هنا العزم المغناطسي المؤثر على ملف بيتوقف على عدد لفات الملف فيهم ساحته كسافة الفيض وشدة الطيارة المر في الملف والزاوية المحصورة بين مين ومين؟ بين كسافة الفيض كشيء أساسي وباقي العوامل مين باقي العوامل؟ عدهم معايا اللي هما الان والاي والآي أفكرك ان الان والآي والآي كان اسمهم الام دي وكان اسمهم العزم سنائي القطب المغناطسي وهو المستوى العمودي على مستوى الملف يبقى معناه ان سيتا محصورة بين المستوى العمودي على الملف والمجال المغناطسي اللي هو مين؟ اللي هو كسافة الفيض وبكده يبقى احنا استنتجنا القوة المغناطسية المؤسرة على سلك مستقيم موضوع في مجال مغناطسي وقلنا ان لو مال بزاوية يبقى باخد سيتا مع البي اي ال ولو كان الموازن المجال في هذه الحالة تساوي الاف بتساوي صف بعد كده هستنتج القوة بين سلكين متوازيين يمر في كلاهما طيار كهرابي في حالة السلكين انا بدرس القوة من حيث حكتين من حيث النوع ومن حيث المقدار طيب لو هدرسها من حيث النوع القوة اما تجازب واما تنافر تجازب في حالة ان كان الطيار يمر في نفس الاتجاه تنافر ان كان الطيار يمر في السلكين في اتجاهين متضدين طيب مقدار بقى هذه القوة عشان افهم مقدار هذه القوة اللي بين السلكين اكون انا فهمت اللي فات ان الاف على سلك مستقيم بتساوي البي في الاي في الال يبقى انا محتاج في الاف على سلك ان يكون فيه بي يعني مجال مغناطيسي كسافته بي وشدة الطيار وطول سلك طعم انا اقول ايه في الحالة دي هقول انني هفترض عندي ان انا عندي سلكين السلكين دول يتقابل منهم طول يتقابل منهم طول قيمة ال هاي ادي الطول المتقابل من السلكين طيب يمر في السلك الاول طيار شدته اي واحد ويمر في السلك التاني طيار شدته اي اتنين هقول ان السلك اي اتنين هيتأثر بالفيض الناتج عن السلك الاول الفيض الناتج عن السلك الاول عمودي على السلك الاول اذا هو عمودي على السلك التاني اللي هو هنا ويبقى دائل بي واحد فهقول ان السلك اي واحد اللي مر فيه الاي واحد هيكون مجال كسافته بواحد هذا المجال يؤثر على السلك اي اثنين لانه عمود عليه فيتأثر السلك التاني بقوة قيمتها اف بحيث كانت طيارين في نفس الاتجاه يبقى القوة اتجاهها للداخل وهنا نقول ان هذه القوة التي تؤثر على السلك التاني اللي هسميها اف اثنين الى واحد الاف من اثنين الى نعكس اف من واحد الى اثنين لان دي القوة المؤثرة من السلك الاول على السلك التاني هتساوي البي واحد في الاي اثنين في الال المتقابل من السلكين طيب انا عندي البي واحد بتساوي ميو مضروبة في اي واحد مقسومة على اثنين باي في دي شير البي واحد وحط قيمتها يبقى اذا الاف من السلك الاول الى السلك التاني هتساوي ميو في الاي واحد ونزل الاي اثنين ونزل الال مقسوم الكلام ده على اثنين باي دي طيب لو الوسط الفاصل بين السلكين هواء اكيد هشيل الباي والميو وحط ما كانها اربعة باي في عشرة استسالي بسبعة وعندها تكون القوة المؤسرة على السلكين اللي هو من الاول الى التاني هتساوي اثنين في عشرة استسالي بسبعة اي واحد اي اثنين في ال مقسوم الكلام ده على الدي محسوبة بوحدة سابتة تسمى النيوتن لاحظ معايا في القانون ان الاف هنا بتسوي حاصل ضرب الاي واحد في الاي اثنين فمهما زاد الاي واحد او زاد الاي اثنين هتبقى قيمة القوة دي بالنسبة للسلكين يعني القوة المؤسرة من السلك الاول للسلك التاني الى القوة المؤسرة من السلك التاني الى السلك الاول مقدار سابت ودائما يساوي الواحد لان الاي واحد والاي اثنين هتؤثر فقط في قيمة القوة تؤدي لزيارة القوة تؤدي لنقص القوة المؤسرة ولكن النسبة بين القوتين من السلك الاول للسلك التاني او من السلك التاني للسلك الاول دايما مقدار سابت لانني لو بدأت استنتج القوة من السلك التاني للسلك الاول هقول البي اتنين في الاي واحد في ال ال واحد هيطلع نفس المقدار عندنا وبكده تبقى القوتين بين السلكين متساوية ويبقى النسبة بينهم دائما حيث ان هم متساويين يبقى انا باخد قيمتين متساويتين يبقى ناتج القسمة بتاعهم على طول يساوي مقدار ثابت وهو الواحد الصحيح هنستنتج بعد كده القانون اللي هنستنتجه اللي هو استنتج القوة والعزم المؤثر على ملف مستطيل هذا الملف يمر فيه طيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي بس يشترط ان الملف يكون حر الدوران يعني فيه محور في منتصف الملف أو في مركزه هذا المحور يجعل الملف قابل للمين للدوران طبعا القوة تؤثر على سلك اما العزم يؤثر على ملف عشان كده احنا بندمج الكلمتين مع بعض ان فيه قوة على ضلع وفيه عزم على مستوى الملف في هذه الحالة لابد ان انا ارسم الملف وارسمه بضقة وابدأ اقوله اقوله كلام كويس عشان نرسم مع بعض ونشوف مع بعض الكلام ده لابد ان احنا نكون فاهمين انني يلزم لي مجال مغناطيسي وابقى انا فاهم ان المجال المغناطيسي مكون من قطبين احد القطبين قطب شمالي والاخر قطب جنوبي ثانيا هيبقى فيه هنا في النص قلنا محور يسمى محور الدوران على محور الدوران هرسم الملف اللي هيمر فيه الطيار الكهربي ويسمي الملف زي من تعاوز سميه باي تسمية بس تبقى فاهم ان فيه ضلعين طوال كده مثلا اهم وفيه ضلعين قصيرين اهم او العكس خلي دول القصيرين دول دول طوال المهم انني لما اسمي الملفين ابقى انا فاهم شيء اهم جدا ان فيه ضلعين موازيين لخطوط الفيض اللي هي البيئة هم كده فالموازي ده والموازي ده لخطوط الفيض حتى لو اتأثروا بالقوتين عند دوران الملف هيبقوا القوتين متساوتين في المقدار ومتضدتين في الاتجاه وخط عملهم على نفس الاستقامة اذا المحصلة بتاعتهم هتساوي صف اما الضلعين الاخرين اللي هما الضلع اي بي هنا في الشكل اللي انا رسمه والضلع سي دي في الشكل اللي احنا رسمينه هذين الضلعين كلاهما يتأثر بقوة طبقا لقاعدة اليد اليسرى لفيلمي افا الضلع انا ها هو هنا الفض ماشي من الشمالي للجنوبي وهفترض ان الطيار يتحرك من الضلع من اي الى بي يبقى احنا هنا في الحلادي في الحلادي قوة الضلع اي بي لأسفل اما الضلع سي دي لأعلى والقوتين في اتجاهين متضدين خط عملهم ليس على استقامة واحدة اذا القوتين اللي هما الاف والاف دول هيولدوا عزم فانا عندي العزم هيساوي ايه هقول له ان العزم اللي هو التاو دا عندنا في الميكانيكا يساوي احدى القوتين مضروب في البعد العمودي طب البعد العمودي اللي هو مين تعالا نسميه ال 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 اللي هو عرض الملف اللي هيا بي سي او ادى فقسميه ال ال ا ا د او سميه ال ال بي سي انت حر اختار اللي انت عاوزه طيب أنا عندي إحدى القوتين اللي هي ال-F بتساوي ال-B في ال-I في ال-L طول السلك اللي هو يا إما ال-A-B يا إما ال-C-D اختار اللي انت عاوزه قول معايا ال-A مضروب في ال-B فأنا هشير ال-F وحط قيمتها اللي هو إحدى القوتين يبقى هنا العزم يساوي إحدى القوتين اللي هي ال-B في ال-I في ال-L-A-B في نزل ال-L-A-D ألاقي ال-L-A-B وال-L-A-D اللي هما مساحة وجه الملف يبقى أنا هشير ال-L وال-L وحط وجه المين المساحة وعندها نقول أن التاو اللي هو العزم المغناطيسي هيساوي ال-A في ال-B مضروب في ال-I طيب إذا كان عدد اللفات عدد اللفات يساوي إن لفة أو ما أقوله يبقى التاو تساوي ال-N في ال-A في ال-B في ال-I وقلتلك ما جنتها أقولناه ب-I طيب لما تكون الزاوية بقى والزاوية هنا أنا لسه أيلها من شوية هتبقى محصورة بين ال-B وباقي العوامل اللي هي ال-N وال-A وال-I اللي إحنا قلنا أن ال-N وال-A وال-I اسمهم المستوى العزم سنائي القطب المين المغناطيسي وهو كمية قياسية متجهة تدور في اتجاه دوران بريمة اليد اليمنى المين البريمة اليمنى المكسويل وهنا هقول يبقى إذا التاو في هذه الحالة هتساوي ال-M دي مضروب في ال-B تمام طيب إذا مال إذا كان الزاوية بين المجال والمستوى العمود اللي هو المستوى العزم سيتا في عندها نقول أن الكلام ده هضربه في ساين سيتا ويكون العزم المؤثر على الملف في نهاية عظمة عندما يكون الملف موازن المجال لأن الزاوية بين المجال ومستوى العزم هتكون تسعين درجة وبالدوران من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي هتبدأ الزاوية المحصورة قل وهيبدأ البعد العمودي بين القوتين يقل حتى يصبح الملف في وضع رأسي عندها تصبح سيتا بين المجال والمستوى العمودي على الملف في تساوي صف والقوتين المؤثرتين على الضلعين الاب والسي دي اللي إحنا لسه أيلنهم بتكون في اتجاهين متضدين وخط عملهم على استقامة واحدة فيصبح العزم المؤثر على الملف بيساوي صف يبقى العزم المؤثر على الملف هيساوي نهاية عظمة عندما يكون الملف في موازن المجال ويساوي صف عندما يكون الملف عمودي على المجال نسينا نقول أن حيث أن العزم يساوي إحدى القوتين في البعد العمودي يبقى وحدة القياس هي النيوتن متر دي وحدة القياس طيب العزم سناء القطب إيه وحدة قياسه أقول أنه بيساوي الإن في الإيه في الآي يبقى إذن أمبير في متر مربع ودي ضروري تحفظ لأنها وحدة نادرة فأقول تاني أن العزم سناء القطب المغناطيسي وحدة قياسه هي الأمبير في المتر المربع وإنت عليك تشيل الأمبير وتحط الأمبير بيساوي فولت على قوم إذن الأمبير في المتر المربع يكافئ فولت على قوم في المتر المربع وعليك تستنتج كذا وحدة مكافئة أن أنت تشيل أحد الوحدات الموضوعة في القانون وتحط قيم مكافئة لها وتجيب القيم أو الوحدات المكافئة لأي وحدة أساسية تستخدم في القياس كان القانون اللي إحنا وصلنا له اللي هو التاو تساوي ناب آي سايين سيتا وقلنا لو من غير السيتا يعني المستوى الملف في موازن المجال يبقى العزم نهاية عظمة فإن أصبحت سيتا بين المجال والمستوى العمودي على الملف 30 يقل العزم المؤثر على الملف إلى نصف قيمته ويصبح العزم في نصف القيمة أما إذا أصبح الملف عمودي هتيبقى سيتا بصفر والبعد العمودي بالقاوتين صفر إذن العزم يساوي صفر هذا العزم يبنى على أساسه عدة أجهزة منها الجلفانومتر منها الأميتر منها الفولتاميتر منها الموتور أو المحرك الكهرابي يبقى العزم المغناطيسي يبنى على أساسه عدهم تاني الجلفانومتر الأميتر الفولتاميتر الموتور أو المحرك المين الكهرابي ودول أربع أجهزة يبنى على أساسهم عمل مين يبنوا عملهم على أساس القوة والعزم المغناطيسي بعد كده نوصل للقانون اللي بعد كده اللي هو بيقول استنت قانون مجزئ في الأميتر وأنا عاوزك وانت في الامتحان ما تكبرش الموضوع في الرسم أنا عايزك ترسم الأميتر الرسم بسيط اللي هو ملف الجلفانو ثم توصل معاه على التوازي مجزئ الطيار اللي هو الار اس على التوازي برسم بسيط بس تكتب على الرسم البيانات ببساطة اللي احنا شايفينها قدامنا انني هرسم ملف الجلفانو وسميه ارجي دي مقاومة ملفه وأرسم المقاومة المجزئ وأسميها الر اس إذن الطيار آي لما يدخل إلى إلى دائرة الداخلية لجهاز الأميتر هينقسم إلى اي جي وآي اس طيب الار جي والار اس متوصلين توازي تمامي بقى فرق الجهد سابت إذن فرق الجهد على طرفي الار جي يسوي فرق الجهد على طرفي الار اس تمام إذن الاي جي في الار جي تسوي الاي اس في الار اس ودي بداية شغلنا إن الاي اس في الار اس تسوي الاي جي في الار جي بس أنا عند الاي الكلية بتسوي الاي جي في الار اس زائد الاي جي ومنها أقول إن الار اس بتسوي الاي جي RG على IS اشيل بقى ال IS وحط مكانها I-IG وعندها تصبح ال RS تساوي IGRG على I-IS وده القانون بتاع المجزئ واقول ان المجزئ من صفاته انه مقاومة صغيرة جدا جدا تجعل الاميطر يستطيع قياس طيارات شدتها عالية بس الطيارات اللي بيقسها الاميطر لابد ان تفهم انها طيار مستمر وليس متردد ما بيقش الطيار متردد اتنين حساسية الاميطر اللي هي الحساسية هي النسبة بين ال I-G وال I وبتساوي ال R-S على ال R-S زائد ال R-G فكلما زادت ال R-S زادت حساسية الاميطر ولكن ما يستخدمش في الحالات لقياج شد الطيار اعلى لان كل ما حب قياس طيار اعلى لابد ان انا صغر قيمة ال R-S بس كل ما صغرها هتقل الحساسي الاميطر يوصل في الدائرة على التوالي لان توصيل التوالي لا يجزق شدة الطيار وكده يمر في الاميطر كل الطيار المراد قياسه اتنين المجزء الطيار اللي هو ال R-S يجعل مقاومة الاميطر صغيرة جدا جدا فاذا ادمج في الدائرة على التوالي زي ما احنا قلنا لا يؤثر في المقاومة الكلية للدائرة وبالتالي لا يؤثر في شدة الطيار المراد قياسه 3 المجزئ هنا حيث انه مقاومة صغيرة جدا فلما هيجي الاي يمر هيمر معظم الاي في الار اس على شكل اي اس ولا يمر في الار جي الا جزء بسيط جدا جدا لذلك لا يحترق ملف الجلفانو عند تحويله الى اميتر الكلام ده هام جدا جدا بعد كده القانون اللي بعد كده اللي واستنت قانون مضاعف الجهد في الفلتاميتر وقلنا اسمه فلتاميتر الطيار المستمر كل الاجهزة اللي عندنا حبايبي الله يرضى عليكم كل الاجهزة اللي عندنا في القياس لا تستطيع قياس طيار متردد لان في هذه الحالة المؤشر هيبدأ يتحرك يمين وشمال لو كان صفر تدريجه في المنتصف ولا يقف عند قيمة معينة لان الطيار المتردد بيتبدل اتجاهه كل نصف زبزبة او كل نصف ايه كل نصف دور مجزء مضاعف الجهد بقى برضو ما تكبرش الموضوع ارسم الجهاز بدقة ببساطة بس افهم ان الجهاز يتكون في هذه الحالة من حكتين بساط خالص رقم واحد الار جي رقم اتنين الار ام اللي هي مضاعف الجهد هما الاتنين مع بعض اسمهم الفلطاميتر اما المقاومة الخارجية اللي احنا حطينها على شكل ار فانا بوصل الفلطاميتر على طرفيها بين نقطتين على التوازي لان توصيل التوازي لا يجزء فرق الجهد وبكده هيئز فرق الجهد بين النقطتين قلنا المقاومة هنا اللي بتضاف للفلطاميتر عكسي تماما المقاومة بتاع مجزء الطيار في الاميتر ليه المقاومة هناك صغيرة جدا المقاومة هناك كبيرة جدا المقاومة هناك في الاميتر توصل توازي المقاومة هنا توصل توالي المقاومة هناك تجعل الجهاز يقيس شدة طيار المقاومة هنا تجعل الجهاز يقيس فرق جهد المقاومة هناك تصغر القيمة النهائية لمقاومة الجهاز المقاومة هنا تجعل المقاومة النهائية للجهاز كبيرة جدا وليه هنا كبيرة لانها يوصل توازي فلما يتوصل توازي لا يؤثر ايضا في مقاومة الدائرة فلما بجأ وصل مقاومة على التوازي عشان ما تأثرش في مقاومة الدائرة لابد ان انا اجعلها كبيرة جدا جدا طيب لو هوصلها توالي اخليها صغيرة جدا 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 وده سؤال هم في الامتحان يقول لي علل صغر مقاومة الاميتر وكبر مقاومة الفلتاميتر اقول له لان الاميتر هيوصل توالي فلما تصغر مقاومته لا يؤثر في مقاومة الدائرة ولا يؤثر في القيمة المقاسة اللي هي شدة الطيار طب الفولتاميتر يوصل في الديرة على التوازي إذا مقاومته تبقى كبيرة فلا يؤثر في مقاومة الديرة ولا يؤثر في القيمة المقاسة اللي هي فرق المين فرق الجهد هنا نقول إيه بقى أني فرق الجهد على النقطتين دول وتعالى نقولها مع بعض سوا كده إن أنا هقول إيه إن دي المقاومة اللي أنا عايز أقيس فرق الجهد بين طرفيها أنا عايز أسفر الجو دي فين بين النقطة دي اللي هي نقطة A وبين النقطة دي اللي هي نقطة B إذن أنا هجيب الفولتاميتر وأوصله طب الفولتاميتر بتكون من إيه بتكون من الRM ثم الRG اللي هي على شكل ملف فأنا أحب دايما إن أنت تخليها لي على شكل ملف طيب فهينا هنقول دية الRG ودية الRM اللي هي مضاعف الجهد طيب فرق الجهد ما بين نقطة A ونقطة B اسمه الV تمام الV ده داخل الفولتاميتر هيجزأ إلى جزئين لأنهم توالي جزء يسمى الVG على طرفي مقاوم ملف الجلفانو والجزء الآخر من فرق الجهد نسميه الVM إذن الV هيساوي الVG زائد الVM طيب الطيار بقى الكل لما ييجي من هنا I هيمر معظم الI هنا خلال المقاومة الخارجية اللي هي الR وعلان يمر في الجهاز إلا جزء بسيط جدا يجب أني أسميه يا إما IG يا إما IM لا هسميه IG لأنه ده أصل الجهاز يبقى الIG هتمر في الRG وتمر في مين في الRM وبعدين نبدأ أقول لك إيه أبدأ أقول لك أن الV تساوي في الكلية تساوي الVG زائد الVM تمام كلام حلو طيب لو أنا عايز أقول إيه بالوقتي أقول إن أنا عايز أجيب الVM يبقى الVM هتساوي الV ناقص الVG تمام الVM بتساوي الIG مضروبة في الRM يبقى الكلام ده يساوي الV ناقص الVG يبقى إذن الRM اللي وقال قيمة المقاومة بتاعة المضاعف هتساوي الV ناقص الVG مقسومة على الIG تمام وده القانون اللي أنا هحسب منه قيمة مضاعف الجهد المحسوب بوحدة مين بوحدة الأوم تمام طيب أقول لك أن الV تساوي الIG في الRG يعني أنا هنا بشيل الVG وحط قيمتها زائد الIG مضروب في الRM تمام خذ الIG من هنا من القانون ده عامل مشترك يبقى الV تساوي الIG مضروبه في الRG زائد الRM وبكده يبقى أنا برضه حصلت على قانون ممكن أحسب منه فرق الجهد الكلي وممكن أحسب منه الRM وده القانون اللي أنا من خلاله معظم أحل أحل بيه معظم المسائل مش القانون ده لا لا هو ده هو ده بس ده الأساس لأنه لو أنت بسط للقانون اللي إحنا قدامنا بالصورة دي ألا إيه هو هو قانون قوم للديرة المغلقة بس أنا طبقته على الفولتاميتر نكمل كلامنا القانون اللي بعد كده عندنا اللي هو احسب القوة الدفعة المتولدة في سلك مستقيم يتحرك في مجال مغناطيسي القانون هنا هام وعليه يجي يقول لي اذكر العوامل التي يتوقف عليها القوة الدفعة الكهربية المستحسة أو الطيار الكهربية المستحسة في سلك مستقيم يتحرك في مجال مغناطيسي هنا قال يتحرك في مجال مغناطيسي ما قالش عمودي طيب يبقى أنا هنا هاعتمد أيضا على الزاوية بس أما جابدأ الاستنتاج أقول بفرض أن السلك يتحرك عمودي على المجال المغناطيس تمام هنا أيضا يلزمني الرسم والرسم هام جدا لأنني هبقى محتاج قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي بينهم خطوط فيض وهنا بينهم سلكين استوانيين هيبدأ يضحرق عليهم ينزلق عليهم سلك بسرعة منتظمة سلك ده طوله إل فهو ماقول بفرض سلك طوله إل يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي كسافته بي بسرعة خطية في فخلال زمن قدر دلتا تي يكون قد قطع مسافة قدرها دلتا إكس ثاني فرض سلك طوله إل يتحرك عمودي على مجال كسافته بي موضوع عمودي عمودي بسرعة قيمتها في فخلال زمن قدر دلتا تي هيقطع مسافة قدرها دلتا إكس أروح رايح لقانون فردي وقانون فردي بيقول إن الـ E M F هتساوي سالب الـ N دلتا في M على دلتا تي طبعا هنا سلك مستقيم يبقى بشير الـ N ويبقى دلتا في M على دلتا تي طيب ناخد بقى مين ناخد الدلتا في M وقل لك إن الدلتا في M أما أخد الدلتا في M بتساوي دلتا الـ B في الـ A تمام بس مين اللي بتغير الـ B ولا الـ A لا الـ B سابت لأنه فيض ما كسفته بي والسلك لما هيبدأ يتضحرج من الوضع ده لحد ما يوصل هنا يبقى مش قطع مسافة قدرها دلتا إكس يبقى الـ B هتساوي الـ L في الدلتا إكس تمام يبقى أنا هقول إن أنا هخرج الـ B لأنها سابتة ويتبقى دلتا إيه أروح باصص للدلتا إيه ألاقي الـ A بتساوي L في إكس بس الـ X هي اللي بتتغير يبقى الـ B في الـ L في الدلتا إكس أشوف الدلتا إكس لأن الدلتا إيه هي اللي بتتغير يبقى بي إل في دلتا إيه أقول بقى يبقى هشيل بقى أخذ الدلتا فاي وأعوض عنها هنا وأقوله يبقى الـ E M F هتساوي الـ B L V دلتا إيه على دلتا إيه واشيل الدلتا إيه مع الدلتا إيه يبقى إذن الـ E M F هتساوي الـ B L V بالفولت طيب لو السلك تحرك مائل على المجال بزاوية قدرها سيتا يبقى الـ E M F هتساوي الـ B L V ساين سيتا طيب لو تحرك موازين أو اللي يبقى في الحالات الـ E M F هتساوي صفر لأنه موازي وسيتا بصفر وصاين الصفر يساوي صفر ده القوى الدفعة الكهربية اللي هي الـ E M F المستحسة في السلك مستقيم ومن القانون ألاقي القوى الدفعة بتتوقف على كسافة الفيض طول السلك سرعة الحركة داخل المجال المغناطيسي زاوية الميل والتلك زاوية الميل دايما بين الـ B والعوامل الموجودة اللي هي مين السلك أو اتجاه الحركة السلك حركة السلك وكسافة الفيض المغناطيسي واعتمد على الحكاية دي ان انت تجيب مين تجيب الزاوية بعد كده هنيحسب القوى الدفعة بقى المستحسة في ملف دينامو الطيار المتردد وعايزك تبقى فاهم حاجات بسيطة جدا ان الدينامو مكون من ايه الدينامو الدينامو مكون من حاجات اساسية رقم واحد لو احنا فاكرين ان الدينامو لابد ان يكون المغناطيس مقعر الوجهه بالشكل ده كده اهو كده كده يبقى ده المغناطيس بالشكل ده اهو ادي المغناطيس والمغناطيس قد بين شمالي وجنوبي ثم فيه استوانة من الحديد المطاوع اهو على شكل شرايح للحد من الطيرات الدوامية حوالين الاستوانة بقى الاستوانة اللي احنا رسمناها دي كده اهو هيحط الملف المستطيل بالشكل ده كده ثم يحط حلقتين معدنيتين يوصل الطرف الاول في الحلقة الاولى ووصل الطرف التاني في الحلقة التانية ثم فرشتين من الكربون اهو بالشكل ده والفرشتين فيه واحد وفيه اتنين الضلع ايه الضلع بي اهو الضلع اي بي ثم سي دي وهم دول الضلعين اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هيتولد فيهم الطير الكهربي ومرة الطيار هيخرج من فيه واحد الى فيه اتنين وتبقى فيه واحد قط بموجب فيه اتنين قط بسالب والمرة التانية يتعكس الكلام ويخرج الطيار من فيه اتنين الى فيه واحد وتصبح فيه اتنين هي الموجب وفيه واحد هي اللي سالب عايزين نفهم اقول اني لو انا خدت اقول طول الضلع ده اسمه ايل اما الضلع ده لما اخده اقول لكن احنا تعالى نتصور الجزء من المغناطيس بالشكل ده انا واخده بقى مقطع من الامام فهلاقي الضلع ده اللي هو ال اي دي اهو الضلع اي دي اهو اي دي اهو اي دي هيبدأ يتحرك حوالين المحور اذا هيتحرك فيه مصار دائري نصف قطره ار والنصف قطر التاني ار يبقى المسافة من ال اي الى ال دي ال اي دي هتساوي اتنين ار يبقى ده عرض الملف اللي هو اتنين ار تمام السلك ده يجب انه تحرك بسرعة خطية اسمها في وفيه سرعة زاوية اسمها اوميجا ايه العلاقة بين ال في والامجا اقول له ان ال في تساوي الامجا مضروبة في الار السرعة الخطية تساوي حاصل ضرب السرعة الزاوية اللي هي اوميجا مضروبة في نصف القطر وده كلام هام ان احنا نقول ان السرعة الخطية فيه تساوي حاصل ضرب السرعة الزاوية اوميجا مضروبة في الار ومنها اوميجا تساوي في على ار راديان لكل ثانية لوحدة الفي اما وحدة ايه وحدة اوميجا اما وحدة الفي هي متر لكل ثانية اما اقول لك ان الامف في ضلع واحد من اضلاع ملف الدينامو بتساوي البي في الال في الفي في الساينسيتا اذا في الضلعين والضلعين توالي ومنساش اشارة السالبة لقعدة لنز اقول له يبقى في الضلعين يبقى الامف في الضلعين هتساوي سالب اثنين بي ال في صاين السيتا طيب انا عندي ال في للساين بتساوي اوميجا في مين في ار يبقى اذا الامف هتساوي سالب اثنين بي ال واشيل بقى ال في وحط اوميجا مضروبة في ار في صاين السيتا الاقي هنا ال ال اللي هي طول احد اضلاع الملف المستطيل والاثنين ار اللي هي عرض الملف المستطيل يبقى اشيل الاثنين ال ال ار وحط مكانها مساحة وجه الملف لانها بتساوي الطول في مين في العرض وبناء عليه يبقى انا عندي ال اي ام اف هتساوي ال اي في ال بي في ال اوميجا مضروبة في الصاين سيتا بس انا عندي عدد لفات الملف يساوي ان اقوله يبقى اذا ال اي ام اف الكلية ويسمها اي ام اف اللحظية اللحظية اللي هي في اي لحظة تساوي سالب ان في ال اي في ال بي في ال اوميجا مضروبة في الصاين سيتا علما ان ال اوميجا بتساوي اتنين باي اف وهنا ال اتنين وال باي بتساوي اتنين وعشرين مقسومة على سبعة في ال اف وال اف يساوي عدد الدورات مقسوم على الزمن بس بالثانية لان ال اف هنا بيسمى التردد اما السيتا السيتا بتساوي اوميجا في تي يبقى بتساوي اتنين باي اف في تي بس ال باي هنا عبارة عن مية وتمانين في اف مضروبة في تي الكلام ده هام عشان ساعد ما نيجي نحل الايه المساء الاحس في القانون ان احنا قلنا ان ال اي ام اف بتساوي سالب ال اف في ال بي في ال اوميجا في الصاين سيتا عند صناعة الدينامو تصبح جميع هذه العوامل سوابط يبقى معنى الكلام ان ال اي ام اف معنى الكلام ان ال اي ام اف بتتناسب تناسبا ترضيا مع الصاين سيتا معناه ان الامف جيبية التغير يعني ايه جيبية التغير يعني تتغير تبقى لمنحنى جيبي وتصبح قوة متغيرة الشدة اهو ومتغيرة الاتجاه يعني احد انصاف الدورتين موجب واحد انصاف الدورتين سالب ودية القوة الدفعة الكهربية المتولدة في ملف الدينامو بس دينامو الطيار المترد واللي بعد كده اللي هو ايه احسب معايا استنتج القوتين الدافعتين في ملفي المحاول حبيبي طبعا انا يجب اقولك انك لازم ترسم وزي ما انت شايف الرسم شيء اهم جدا جدا واحنا هنا في المحاول المحاول مكون من 3 عناصر قلبي من الحديد المطاوع على شكل شريح والشريح مصنوعة من الحديد المطاوع السيليكوني اللي مضاف اليه عنصر السيليكون وده كله للحد من الطيرات الدوامية ومن اهم التحسينات التي ادخلت على المحاول انه يصنع فيه زراع في المنتصف يلفح في حوله الملفين الابتدائي ثم يعزل ثم الملف السنوي وذلك للحد من خطوط الفيض المفقودة ويتصنع اسلاك المحاول من النحاس الغليز لان مقاومة نوعية للنحاس صغيرة جدا جدا وبكده نقلل الفقد في الطاقة لتقترب كفاءة المحاول من 100% المحاول بيستخدم في رفع الجهد الكهرابي المتردد ولا يمكن استخدامه في رفع او قفض الجهد المستمر لان الجهد المستمر لا يعطي فيض متغير وده شرط اساسي في تولد قوة دفعة وحدوث الحس المتبادل بين الملف الابتدائي والملف السنوي عشان استنتج هقوله بفرض ان عدد لفات الملف الابتدائي ان بي وعدد لفات الملف السنوي ان اس فعند غلق دائرة الملفين ويوصل الملف الابتدائي للمصدر فيتولد في الملف السنوي المتصل بمقاومة الحمل اللي هي الار ال هيتولد قوة دفعة كهربية هذه القوة الدفعة الكهربية هسميها الفي اس وقوله في هذه الحالة الفي اس تساوي الان اس في دلتة في ام على دلتة تي اللي هو حسب قانون فردي طيب هام جدا اذا فتحت دائرة الملف السنوي مع بقاء دائرة الملف الابتدائي هيعود الفيض الفيض اللي تولد عن الملف الابتدائي يعود ليخترق مرة اخرى الملف الابتدائي فيولد قوة دفعة كهربية مستحسة عكسية في الملف الابتدائي ده اسمه حس ذاتي انما الاولانية كان حس متبادل فيولد بالحس ذاتي قوة دفعة مستحسة عكسية في الملف الابتدائي تسوي القوة الدفعة للمصدر تسويها مقدرا وتضدها في الاتجاه فيقف مرور الطيار في الملف الابتدائي وعندها لا يستهلك المحول طاقة وده سؤال هام جدا في السنوية العامة يقول لي ماذا يحدث عند فصل دائرة الملف السنوي مع بقاء دائرة الملف الابتدائي مغلق اقول له عند فتح دائرة الملف السنوي تولد في الابتدائي في بي وتسوي ان بي دلتا في ام على دلتا تي هذه المعادلة رقم اثنين بالقسمة واحد على اثنين يبقى الفي اس على الفي بي واشيل الدلتا في ام مع الدلتا في ام على الدلتا تي يتبقى الان اس على الان بي ولاي VS على VB تسوي NS على NB من المعادلة دي دي المعادلة بين فرق الجهد على طرفين الملف الابتداء والملف السنوى وعدد لفات كل منهما هذه المعادلة همة جدا لأن من خلال هذه المعادلة أنا علي أستنتج نوعي المحول لأن إحنا قلنا أن VS على VB بتساوي الNS على الNB أقول أني دي نسبة فإذا كانت الNS أكبر من الNB فإن نتيجة الVS أكبر من الVB يعني إيه؟ يعني إذا كان عندي محول وأنا بصنعه صنعت عدد لفات السنوى أكبر من عدد لفات الابتدائي فإن الجهد الناتج عن الملف السنوى هيكون أكبر من فرق الجهد الداخل أو المستهلك أو على طرفي الملف الابتدائي ويسمى في الحالة دي محول رافع للجهد تمام المتردد طيب وأنا بصنع صنعت الNS أقل من الNB ولاحظ إن أنا ببدأ دايما بكلمة الNS خليك شاطر ما تبدأش تقول مين الكبير لا لا أقول إذا كان رافع يبقى الNS أكبر من الNB خافض يبقى الNS أقل من الNB وعندها يكون الVS أقل من الVB وده اسمه محول خافض وأنا ما عنديش غير النوعين دول مهما كانت الأنواع الأخرى فهي تخضع لهذين النوعين اللي هو المحول الرافع للجهد والمحول الخافض لمن للجهد وده كده استنتجنا القوة الدفعة الكهربية بين طرفي القوة الدفعة الكهربية والعلاقة بينها وبين عدد لفات الملف نستنتج العلاقة بقى مع شدة الطيار بس أنا عشان نستنتج العلاقة مع شدة الطيار أنا محتاج لفرد مهم جدا إيه هو إن أنا هفترض إن كفاءة المحول 100% وعندها يسمى المحول مثالي يعني إيه يعني الطاقة اللي تدخل إلى الملف الابتدائي تتحول من طاقة كهربية إلى طاقة مغناطسية داخل القلب هذه الطاقة المغناطسية عند اختراقها للملف السنوي تتحول بكاملها مرة أخرى إلى طاقة في الملف السنوي ده معناه أن الطاقة المستنفزة أو المعطاة إلى الملف الابتدائي تتحول إلى طاقة كهربية بكاملها طاقة كهربية مستمدة في الملف السنوي وعندها نقول أن المحول كفاءة 100% أو مثالي معناه أن قدرة الملف الابتدائي تساوي قدرة الملف السنوي حيث ان القدرة او الطاقة فاخدها هي هي هقول اذا كان الطاقة الابتدائي تسوي طاقة السنوي شيل التيم مع التيم لان الزمن واحد يبقى قدرة الابتدائي تسوي قدرة السنوي واخد بقى يبقى ال V S على ال V B تسوي ال I B على ال I S وانا بحب دايما ابدأ بال V S على ال V B ليه؟ اصلي اذا كانت الكفاءة 100% يبقى ال V S في ال I S على ال V B في ال I B تسوي واحد تمام وعندها الكفاءة لما اجي بقى اخدها هقول ايه؟ اذا كانت الكفاءة 100% يبقى V S على V B تسوي A N S على N B طب لو الكفاءة قال اقوله يبقى ال V S على ال V B تسوي N S على N B في إيتا يبقى انا مغيرتش حاجة ضفت إيتا بس اتمنى ان كلامي يبقى سهل يبقى بسيط يبقى انا مبضفش عليك حاجة ولا تعقيد ولا حاجة اقولك يبقى القانونين اصبحوا عندي V S على V B تساوي N S على N B هذا لو كانت الكفاءة 100% ال V S على V B تساوي I B على I S ده لو كانت الكفاءة 100% طب الكفاءة مش 100% يا اخي حطي لبس ايتا هنا كده وايتا هنا كده ويطبق هذين القانونين ان كانت الكفاءة اقل من 100% ومن غير ما تتعد نفسك ولا حاجة وبكده نقول ان احنا خدنا العلاقة بين شدة الطيارين في ملفي المحول ولاحظ من العلاقة النهائية ان المحول الرافع للجهد محول خافض للطيار ودي كانت اساس استخدام المحولات في نخل الطاقة الكهربية او القدرة الكهربية من اماكن تولدها الى اماكن استهلاكها ازاي يا مصدر اقول لك بسيطة صلى على رسول الله ان المحول لما نهاستخدمه عند منطقة توليد الطاقة الكهربية هيبقى محول رافع للجهد يعمل ايه يقفت شدة الطيار طيب الطاقة الحرارية المستهلكة في الاسلاك تتناسب تناسبا ترضيا مع مربع شدة الطيار طيب لو انا خفطت شدة الطيار من 100 امبير الى 3 امبير مثلا من 3 امبير لاحظ كده في الاول كانت 100 تربيع يعني 10 او السربعة هنا 3 امبير يعني 9 يبقى الاولانية 10 او السربعة يعني 10 تلاف جول مضروبة لسه في مقاومة الاسلاك هنا تسوي 9 جول مضروبة في مقاومة الاسلاك يعني تقريبا مفيش مقارنة اذا انا استخدمت محولات لنقل الطاقة بس استخدم عند محطة التوليد محولات رافع الجهد خافضة للطيار استخدم عند محطات لاستهلاك محولات خافضة لفرق الجهد ورافعة لشدة من الطيار القانون اللي بعد كده وقربنا نخلص اهو معلش بيقول لي استنتج مقدار القوة التي تؤثر بها حزمة الفوتونات على سطح معين كلام حلو يعني ايه يعني انا عاوز ايه تأثير الشعاع الضوئي على سطح طيب انا هقول ان انا عشان اجيب تأثير الشعاع الضوئي على سطح هقول ايه هقول بفرض ان ده السطح التاعي اللي انا عايز اشتغل عليه وقادي الشعاع الفوتونات اللي ساقط هفترض انه معدل سقوط الفوتونات اللي احنا بنسميه الفاي ال هيساوي فوتون واحد لكل ثانية اهو دلتا فاي الفاي ال هيساوي واحد على دلتا تي ويسمى فوتون لكل فوتون لكل ثانية اهو كده طيب الفتون وهو نازل بينزل بكمية حركة اسمها بي ال تساوي ام سي وبعدين يصطدم بالسطح جزء منه بيتحطم ويتحول الى طاقة حرارية وجزء يرتد مرة اخرى لو كان ميل بيسخط يخرج ينعكس ميل حسب قوانين الانعكاس الجزء المنعكس بينعكس بكمية حركة بي ال بتساوي سالب ام سي تمام يبقى اذا التغير دلتا بي ال بيساوي الام سي سالب سالب ام سي يبقى بيساوي اتنين ام سي ده التغير في كمية الحركة طيب انا عندي القوة بقى اللي هي اصر بها شعاء الفتونات على السطح اللي هي الاف ها تساوي ايه انا عندي القوة القوة المحصلة دائما ودي كانت في قوانين نيوتن القوة المحصلة تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية الحركة ده القانون التاني لنيوتن يبقى القوة تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية الحركة كلام حلو انا عندي الدلتا بي اهي لسه الدلتا بي بتساوي اتنين ام في سي على دلتا تي طيب كلام حلو الام بقى لو انت فاكر كانت الام عندنا بتساوي ايه بتساوي اتش مضروبة في نيو مقسومة على سي تربيع كلام جميل كلام حلو خالص يبقى اذا الاف تساوي نزل الاتنين دي تحت هنا كده اهي الاتنين دي هننزل هتحت واشيل الام اهي واحط مكانها ايه هحط مكانها اتش في نيو في السي على السي تربيع في الدلتا تي كلام جميل شيل السي مع التربيع اذا هيتبقى معايا اتنين اتش نيو مقسومة على سي في الدلتا تي لاحظ معايا لاحظ معايا لاحظ معايا ان المقدار ده اهو اسمه جول لكل ثانية ليه اتخب الجول والزمن تحت بالثانية الجول لكل ثانية اسمه وات اسمه ايه وات جلام حل الوات ده وحدة قياس مين وحدة قياس القدرة هناك كان اسمها قدرة كعربية هناك اسمها قدرة ضوئية يبقى انا علي اشير الاتش نيو على الدلتا تي وحط مكانها القدرة وعندها تصبح القوى المؤسرة على السطح تساوي اتنين مضروبة في باور لقدرة الشعع الضوئي مأسومة على الس وهذه القوة تحسب بي النيوتن تمام هذه القوة لاحظ انها لا تتوقف الا على قدرة الشعع الضوئي تمام اليا اتش نيو في الفاي ال او الاتش نيو على الدلتا تي مأسومة على الس فلا تتوقف لا على كتلة السطح الساقط ولا على كتلة الفتون ولا توقف على اي حاجة توقف على قدرة الشعع طيب اذا هذا الشعع اذا سقط على حكتين واحد كتلته كبيرة واحد كتلته صغيرة لا يؤثر على الاطلاق على السطح اللي كتلته صغيرة ولكن هيؤثر على الكتلته كبيرة ولكن هيؤثر بقدر كبير على الجسم اللي كتلته صغيرة لانه شعاع متحرك بسرعة لذلك لا يؤثر على سطح من ضدة لا يؤثر على كرة لا يؤثر على اي حاجة كتلتها كبيرة ولكن اذا تعرض الكترون لشعاع فتونات فانه اذا تغير سرعته هتتغير كتلته ودي اللي احنا كنا بنسميها ظاهرة مين ظاهرة كومتون مش تتغير كتلته انا اسف تتغير فقط سرعته ويتغير ايه الاتجام اخر القوانين اللي عندنا اللي هو استنتج العلاقة بين الطول الموجي وكمية الحركة لجسيم هذا الجسيم قد يكون الفتون وقد يكون الالكترون او اي جسيم متحرك وعند حركته يكون مصحوب بحركة ايه موجي العلاقة هنا بنسميها علاقة ديبراولي وعلاقة ديبراولي كانت اساس في صناعة الميكروسكوب الالكتروني وعشان ابدأها هبدأ من عندي ان البي بتسوي مي سي بتسوي اتش نيو على سي هشيل السي وحط لمضة في نيو تبقى اتش نيو على لمضة نيو شيل النيو مع النيو يبقى اللمضة تسوي اتش على بي ال ان كان الجسيم الكترون هشيل البي ال وحط مي فيه طب ان كان الفتون اشيل البي ال وحط مي سي وعندها نقول أن اللمضة تتناسب عكسيا مع سرعة الجسيم اللي هو الإلكترون فإذا حيث أن الإلكترون بيحمل شحنة فلو عرضتوا الفرق جهد V قضرب V في E تتحول إلى طاقة حركة نصف MV تربيع بس V التانية اللي هي مربع سرعة الإلكترون عندها يقل الطول الموجي وده تناسب عكسي ومنها يصبح للمضة 1 على للمضة 2 سوى V2 على V1 وبكده يبقى أنا استخدمت الإلكترون في أنني أقل للطول الموجي له بزيارة سرعته عن طريق تعرضه لفرق جهد إيه أعلى وده كل ده كل الاستنتاجات اللي في منهجنا ما فيش استنتاج تاني وأتمنى أنني أكون إن شاء الله وفقت معاكم أن أنا أوصل لك أول سؤال من أسئلة الامتحان اللي هو سؤال إيه الوقتي سؤال إثبت علاقة كذا أو استنتق قانون كذا ومن خلال القوانين أنا قدرت إن شاء الله أوصل لك حاجات مهمة جدا وإن شاء الله في مراجعتنا التانية هجزأ لك الامتحان إلى أسئلة وكل سؤال هستعرضه معاك بحيث إن شاء الله لما نوصل للامتحان تكون أنت بقيت إنسان محترم جدا وعلى وعي كبير جدا جدا وتقدر إن شاء الله تحل الامتحان وتتفوق ودي دعواتي لكم جميعا إن شاء الله فكلكم أحبابي وكلكم أولادي وفي النهاية أقول لكم لا إله إلا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في كيرو دار دار العلم لكل دار ترجمة نانسي قنقر